تقولي الحملة دي أهم ما كان فيها إيه مقالبها كاتز بتعملوا ايه في بعض أصلا الدحك ده كان بيطلع طبعا أنا شفت حمدالله حقيقة وشفته وهو بيخطط أعتقد الفيلم حضيع يا وديع ده ولا مش عارف إيه اللي كان أنا بضيع يا وديع أهو كان بيحضر فيلم غير معه أنا بضيعه كنا المفروض إن احنا مضيعه يمتش فيلم تاني آه أيوة أعدت أنا فيه ولقيته فعلا بجد لاسع دماغ رهيبة يعني لا لا مخ كبير كبير هو عامله على أفلام ترنتينو كونتين ترنتينو بالضبط اللي قاله ده ده اللي قاله اللي هو تعتقد الترنتينو ده ترابنتينو آه كان عامله كده بالضبط بس ما ما تعملش الأسف يعني آه أنا فاكرة اللي كان فيه جنون رهيب بس هو حمدالله فيه ميزة آه إنه هو بيشوف إيه اللي مفيش حد تاني يشوفه يعني هو ما بيركزش مع الممثل قدام الكاميرا بس آه هو لما بيعجبه حد بيفضل شايفه حتى وهو في البلاتو آه فبيتابعه هو حالاته إيه هو إيه فممكن يلقت منه حاجة آه محدش تاني يشوفها آه يعني لما جاء اتكلم معي في الحاملة بعد ما خلاص قرر إن أنا وأيما نعمل الحاملة آه فكلمنا عن شخصيته ديها آه إنه هو الشخصية المساعد بتاع المنتج اللي ملزق اللي بيتلزق له آه واللي عايز يعمل أي حاجة علشان فدي بعيدة خالص عن شخصيتي آه وكل حاجة يقولها أقول له أستاذ وتهامي باشا واعدة فخم فيه آه وهو ما يستهلش أي حاجة خالص صباح الفل على عمي وعامي الإنتاج السينمائي في مصر تهامي باشا عايزيه وديع دي واضحة بروشيا باشا كاتب سيناريو جبار رحلة كفاح جوه حلبة الملاكمة واسم الفيلم روكي ثانية واحدة خش يا ابني إيه يا ابني الرمى بليه تجايبهم دول